السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحطر أخواتي قديري يلبس عليكم بخير هنينكراكم مزيانين نتمنىكم قاعدكم بخير وعلى آخر فيما كنتوا تمكت شادوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي في فيديو جديد فيديو دياليو ما جيد ان شاء الله غدي ينتقاسم معكم خطيرة مبخرة بتتبيلة اللي كتجي بها رائعة جدا سهلة وسريعة في تحديد ديالها وطبيعة الحال صحية 100% فمعليكم أخواتي غير تتبع معي الفيديو من قبل وحطة الأخير بشتفوا معي جميع المراحل ديالها وقبل ما ننفذي الفيديو ديالك فيما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحابه أجمعين ما تنسونيش أخواتي من اللي لايك وقمتع لكم الزوينة اللي كتفرحني بسر واندزوا نقال طريقة والمكونات مع بعدياتنا فباسمي الله على بركتي الله كيف مما كتلاحظوا هنا في الصورة عندي واحد الحباء ديال القرعاء او الكورجيت قرعاء خضراء انا حبا يعنين من الكيمية كتبقى على حسب أعداد ديال أفراد ديال الأسرة بطبيعة الحال اخذيتها ووصلتها مليح ومن بعد غدين قطعة قريفات كيف مما غدين تلاحظوا معيه في الصورة فدائما الكورجيت او القرعاء حاولوا تتخذو ذاك القرعاء اللي تكون طريقة بش ديكم هكا بنينة صافية غدين قطعها لها تشكل هكا بحل يعني مربعات ومن بعد غدين نوضعها في واحد لوبول من بعد مما كنقطع بطبيعة الحال القرعاء علينا كنوضعها في واحد لوبول وكنخليها جانب من بعد هنا خذيت لسة ديال الحبات ديال البطاطا او البطاطس كما قلت لكم الكيمية كتبقى على حسب اعداد ديال الأفراد ديال الأسرة بالنسبة للخضيرة اللي كيبغيوها لكم بزاف حاولوا انكم تقدروا منها بالنسبة ليانا البطاطا يعني وليداتي كيبغيوها بزاف لكشي على شدر تلسة ديال الحبات قرعاء برصغير حبا واحدة مهم الخضيرة اللي كيبغيوها اللي كيز عجبكم بزاف كتروا منها صفي كنناخد تلسة ديالين بعد مما غسلتها وقشرتها بطبيعة الحب حتى هي كنقطعها بنفس الطريقة اللي قطعت بها القرعاء يعني مربعات على هات الشكل كنوضعها في واحد لوبول وكنخليها ايضا جانبه هنا بنسبة الجزر او زرودية او لاخيزو خديز انا ربعا ديال الحبات مقيتو وغادي نقطعوه بحال هكا فكنقطعو به بدك العرق ديالو وبالنسبة لطريقة التقطع نطابعة الحال كيفما بغيتو قطعوه يعنيها كدوائر والله حيدو له القلب وقطعوه في الطول المهم كيبقى لكم الاختيار في طريقة ديال التقطع من بعد كنوضعوه في واحد الاينا وكنناخد هنا واحد الكيمياء ديال الربيع ما بين قصبار او معندلوس غدي نحاول انا نقطعوه وغرقيق على هات الشكل كيفما كاتلحب معايا او الصورة ومن بعد هنا غدي ناخد تقريب واحد خمسة ديال فصوص ديال التومة غدي نحكي هون فوق ديال الربيع وغدي نوضع تقريب معا نسمع علقة صغيرة ديال الملحة يعني الى الربيع والتومة غدي ناخد هنا شي كاس ولا شي العباكة وحاولوا انكم تطقوه زيان ذاك الربيع حتى كي يطلق ذاك المميها دياله بيجيكم هاك الخضيرة ديلكم بنينة ومشرملة وبطبع الحال كي تجي بنينة بززف طروري الربيع ما تطقوه حتى كي يطلقوا لكم ذاك المميها دياله بالنسبة للخضيرة الرابعة غدي نحتاج هنا شوية دياله بيشعره ومهم الخضيرة كتديرون تومة الخضيرة اللي كتبغيوا وعلى حسب ديم توفر عندكم طبيب الحال فكنناخد اول حاجة هنا البطاطا كنوضع فيها ديال واحد الكيمياء ديال ربعو التومة والملح بالنسبة للعطرية كنوضع الخرقوم ستين جبير تحميرا الإبزار ايضا كنديرو حضر اسميل قدية القصبار ومعندو سحبو مضقوف كياتي واحد المادق صراحتان ووعر بالزفر شوية ديال الكامون وصافي تقريب واحد جوج معالقة دياله زويتاء بلدية محطة تلبس منها ديال الخضيرة ديالنا بالزيت وكتلبس كلها ديال التوابل او العطرية اللي كنوضعو لها صافي غدي نحرك مليح البطاطا وغدي نخليها جانبا بنفس الطريقة بالنسبة لكوغجيط او القرعة غدي ندير فيها شوية ديال الكامل شوية ديال الملحة كنزيد حيث ما كانعرفو الخضيرة مبخرة يعني كيطيحوا منها التوابل وايضا حتى الملحة حاول لانكم تكتروا شوية بشتجيكم بنينة شوية ديال خرقوم الابصار اسكين جيبير ايضا عند لوس قصبر حبوب مدقوقي شوية ديال ربعه ما بين قصبر ومعند لوس والثومة اللي سبق لي ودقنت معاكو شوية ديال زويتاء بلدية بنحرك الملحة بنفس الطريقة غدي نتبل ايضا حتى الجازار او الزرودية والاخيسو وايضا حتى اللوبيا الشعرة كيفما غدي تلاحظو معي بنفس التوابل اللي وضعت في الفطاطا او في الكوغجيت هما اللي غدي نوضعهم يعني في الجازار وفي اللوبيا شعرة بغيتوا انكم تشركوا الخطيرة ديالكم يعني تدروها كلها مخلطة فتتبلوها يعني في مرة واحدة إلا كنتوا غدي تقدموها يعني مخلطة فانا غدي نقدم كل الخطيرة بوحدها يعني ما غديش عرفوا نخلطها بتكشير لاشدر الثوابل كل الخطيرة بوحدها بصا في اخر حاجة هي اللوبيا شعرة كيفما كان تلاحظو نفس الثوابل اللي استعملت في الخطيرة اللي قبل في الاخير غدي نزيد الكيميا ديالرباع اللي تبقالي مع تسومة صعفو شوية زويتا بلدية وغدي نحرك من بعد هنا كناخد الكسكاس كنوضع فيه اول حاجة الفتاتا اللي كنتوا غدي نديروه الخضيرة كل وحدة بوحدة حالو انكم تستعملوها ككسكاس كبير باش كلها خضراء تخليوها كافي تريف بوحدها يعني ما تسخلطش للكم غدي ناخد ايضا قوجة الخضراء بفرن حسا هي غدي نديرها في واحدة البليسة بحلاكة والجزار او الزرودية او لا اخيسو واخر حاجة غدي نضيف ايه اللي بيع شعراء يعني الخضيرة ديالنا كتبقى كل خضيرة بوحدة ما كتتخلطش مهم كتبقى على حسب طريقة ديالتقديم وش بغيتوا تخلطوها ولا لك كنتوا غدي تخلطوها في الاخر احاولو انكم تتخلطو الخضيرة ديالكم يعني في هات المرحلة وتبلوها في مرة واحدة كنتوا غدي تخليو كل خضيرة بوحدة كيف ما درت انا صافي غدي نستالي هالكسكاس وبطبع اتحرف المرحلة كنضيجة وضعتو البرماء على النار احتري فادي الحامض باش متكحلش ليكون البرماء صافي وكنخلي ديالك الماء حتكي يطبخي يعني حتكي يطبخي وكندير الكسكاس ديالي من الفوق من بعد ماء كنديرو كنخليه تقريبا 1-15 دقيقة وهاد الخضيرة كتتتبخر صافي من بعد كندوس كالقاء طايبة راح في ساعة كالتب ما كتخش مدة طويلة تمتلكم ما بين 10 حتى 15 دقيقة من بعد ما كيطلع فيها البوخة احنا من بعد ما كالتب رادي ندوز ان شاء الله باش غدي نقدمها معاكم في ساحل التقديم هذه الخضيرة ديالنا من بعد ما حيتها من الكسكاس كتجي رائعة جدا اللي دي دا واحد اللي بنا فيها يا سلام وبطبيعة الحال صحية 100% يمكن لكم هكا ترفقوا بها الاطباق ديالكم فكتجي رائعة جدا نتمنى من اخوت اخوات تاتينا اللي اعجبكم هذا الفيديو البسيط نتمنى اللي اعجبكم وعجبتكم الطريقة ما تنسوني شمالي لايك ومتعرقكم الزوينة اللي كتفرحني بزيف ولا بقينك اتشاهدوا الفيديو حتى الضباط اتتحرك نقول لكم شكرا بزيفة على حسن المتابعة وباسلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديدة ان شاء الله باسلام عليكم